رفايل العاو شعور العاو دائما لاعبين الكثير لعبين هذا بعد هذا يتابعوا للدخول إلى المنطقة هنا تشوف لي سيبا جوازار ميان تخافاي في درير هذا الشيء صحيح شاهدنا منتخب البرتغالي في المباراة الأولى سجل على الجهة اليسرى وفي المباراة اليوم سجل على الجهة اليسرى حتى وإن ليهو خيب الظن إلى حد الآن ولكن ليهو مع مينداس يتحركون في لقطة الهدف تحركوا جيدا محمد ثلاث لعبين ما ربما أعطيكها محمد ثلاث لعبين اللي أنا شفتهم كانوا على أعلى مستوى في مباراة اليوم مينداس برناردو سيلفا فيتينيا أو فرنانداس رونالدو أيضا ولكن رونالدو بحاجة إلى هدف ربما لكي يدخل في غمار المنفس أنا اللي خيب ظني بكل صراحة برونو ألفاس لعب نادي منتشسير يونيتي برونو فرنانداس يعني اليوم ولو أنه سجل هدف يعني لي كان ربما يحتسب لرونالدو ولكن ما قدمش مباراة كثيرة ما هوش برونو احتف المباراة الأولى لم يكن جيدا ما هوش يعني اللاعب اللي القائد نادي منتشسير يونيتي ما هوش هذا اللاعب اللي اللي محتاجته المنتخبي يحتاجه المنتخب البرتغالي خاصة المنتخب البرتغالي يحتاج هذا اللاعب اللي يمد التمرير الأخير لأنه الدور هذا رح يقوم به فقط بيرناردو سيلفا يعني محتاج أكثر يعني محتاجين إمكانيات عبد جليل ماذا حدث للمنتخب التركي اليوم لماذا شاهدنا أداءه يتراجع بهذا الشكل الملحوظ لماذا شاهدناه غائبا وتائها وغير مركز فوق عرضية الميدان شوف المنتخب برتغالي نعاود أن نأكد أنه الغرور أولا لأنه الناس تكلموا كثير على هذا المنتخب تكلموا على هدفين يعني اللي يسجلوهم يعني كانوا من أفضل أهداف لحد الآن في الدوراء المنتخب برتغالي تكلموا لي لأنه فيه لاعب الآن جوهرة رحي قادمة في السحة العالمية وأرضى قولر ضمن هذا الكلام الكثير هو اللي ممكن أثر على هذا المنتخب ونعود لطريقة اللي لعب بها المدرب نظن ما كانتش طريقة صحيحة اللازمة اللي لازم تلعب بها أمام منتخب كبير جدا اللي هو منتخب البرتغالي من المفروض المنتخب فرق كبير يعني المنتخب التركي يبقى يعني منتخب المشاركة السادسة فقط في اليورو يعني ما هوش هذا المنتخب اللي عنده مشاركات بانتظام حتى اللاعبين تقريبا ما همش يعني لعبين لراميونشتو في أكبر الأندية الأوروبية حتى الدوري التركي نقدر نقول دوري يعني متوسط ولكن ما هوش هذا الدوري اللي ره يقدم في لعبين منتازين عكس المنتخب التركي المنتخب البرتغالي اللي عنده لعبين من أعلى مستوى البطولة البرتغالية نعتبرها من ناحية التكوين هي الرقم الثنين في العالم بعد البطولة الفرنسية نظن كل هذه الأشياء اليوم خلتنا أن المنتخب التركي مظهرش بمستوى مظهرش يعني بالشيء اللي كنا ننتظره بما أن الخسارة لا تأتي وحدها بل تأتي مع موجة من الانتقادات أرى بأن مونتلا كانت له فلسفة زائدة بحكم أن المنتخب لا سيما أدى في مباراة جورجيا مباراة أولى وكأن اللاعبين دخلوا في زمام الأمور ولكن يغير الأردغولير أحسن هدف إلى حد الآن في الدورة يغير بتلك الطريقة في مباراة جمع النقاط لا يجب أن تكون فلسفة زائدة هذا ما كان لمنتلا والنتجار أينها كلنا نعم منتلا اليوم شبانونت خينا هذا ونطعي نورونسيان جوار يعرفوا خير من هذه الأشياء لكن منتلا اليوم تقريبا قضاع المنتخب التركي في هذه المباراة من خلال لمنتلا أطلق النار على نفسه اليوم نعم من خلال هو الذي أعدم منتخب دلد أطلق النار على نفسه لكن التصور ليقصى المنتخب التركي في نهاية الدورة في نهاية الدورة هو يحمل المسؤولي يقال تركيا تضيع بداية كان ممكن أنها بها ترحي دورة تركيا لأن تكون الحصان الأسود في هذه البطولة أنا كسر ريتم تركيا نعم بعد الأداء الرائع أنا أمس شح تركيا للفوز بعد أول مباراة رائعة بنادر إلى مستوى تركيا في مباراة الأولى ومستوى المنتخب برتغالي صحيح الخصم متباين لليبليك شكوية تكتل برتغالي اليوم نفض الغبار على نفسه لكن أعطا له فوق ولبس عباءة المنتخبات الكبيرة اليوم العنوان الرئيسي مارتيناز الواقعي أمام روبرتو مارتيناز في المباراة الأولى المدرب مارتيناز أراد أن يموت بأفكاره بقي بتلت محواريين تقريبا ونفس الأفكار التي كان لعبيا مع المنتخب البلجيكي لما جاءت الانتقادات اللادعة قرر تغيير بعض الشيء من نهجه وعاد إلى الدفاع المسطح بأربع لعبين ما نحن نمنداش الحرية مثل ما يحصل عليها في البياجي كونسيلو الجاليونة ديس رفقة بيبي ثم نائم حوار ارتكاز برونو فيروندس كرقم عشر نزع الضالوت تماما من القائمة تغييراته بين الشوطين لما أقحم روبا النفاس وأقحم شجاع المدرب وأقحم بيدرونيتو لي جاب إضافة كبيرة مكان ليهو كان أفضل من ليهو بيدرونيتو بقع رونالدو بيرناردو سيلفا لي بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم من حيث العطاء دون حسابات سيلي بلغران جوال الموند فلاش جينيروزيتي فوق أرضية الميدان نعم يلي تخي تخي جينيروزيتي سخي سخي في العطاء ديالي فوق أرضية الميدان حتى أنه غوار ديولا قالك ساجوا سان بيجو وصفه بجوهارة بنسبة لي بيرناردو سيلفا لأنه يلعب بدون حسابات فوق أرضية الميدان يجري إلى غاية نهاية المباراة ما يدير حساب يدخل يروح يدخل في الشوق يلفيتو ربما من جانب التاكتيكي لو نعمل مقارنة صغيرة لما كان بيرناردو سيلفا مع رياد محرز رياد محرز لا يمكننا أن نتكلم من جانب التقنية الترويد للكرة ولكن بيرناردو سيلفا تجده في الخمس أمطار خمسين ينقل الكرة بالكرة بدون كرة يبضغط العلي له متعدد الخدمات ربما هذا ما كان ينقص رياد رياد معروف عليه لعب جانب الخط والذهب إلى الواحد ضد واحد فلهذا بيرناردو سيلفا كانت الله أفضلية من هذا الجانب رياد محرز لما يكون ديكالاج باللغة العربية ديكالاج نلعب من جهة ولما يكون فارغ في الواحد ضد واحد أو حتى الواحد ضد اتنين رياد يعمل لك فارغ ولكن بيرناردو سيلفا ربما هذه الخاصية التي كانت تنقص رياد لكي يلعب أكثر من بيرناردو سيلفا أكثر بيرناردو سيلفا وهذه نشوف لما تجد مهاجم لعب محبب جدا لبيب كوارديو أكيد لما تشوف مهاجم يقوم بالأدوار الدفاعية تعرف أولا أن هذا اللعب قوي من ناحية ذهنية مخزون بدني أيضا وحتى أيضا من ناحية قراءته للعب يعني تدخلاته واسترجاعه للكرة كلها من دون أخطاء أن نعود للمدرب منطي الله يعني الشيء الغريب مدرب إيطالي والإيطاليين معروفين بالدفاع والعقلية الدفاعية وعمل في إيطاليا نظن اليوم طمع ربما طمع في المباراة ولكن تطمع أمام منتخبات أخرى ليس أمام مرتغة تطمع يعني بالطريقة التي يجب أن تطمع بها ننتظر لأنه مستحيل أنك 90 دقيقة ما تكونش عندك فرصة مستحيل مستحيل 90 دقيقة ما تكونش عندك هجمات مؤاكسة ومنتخب توركي عنده لعبين يعني عندهم سرعة من المفروض أنا نظن من المفروض كان ينتظر ويلعب المرتدات كان تكون عنده فرص أكبر وما يتلقاش هذا العدد من الأحدث وحتى يبدأ الشك يتسرب للمنتخب البرتغالي